يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يقول يعني ما هو حدود رعاية الزوج لزوجته إذا مثلا نصحها ووعظها وكرر ذلك ورآها على خطأ وهو لا يريد يعني مثلا الفراق لأن عند أولاد وشيء من هذا القبيل يقول ما هي الحدود عبد الله بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية والأهل أولا أخ الفاضل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عن ما استرعى حفظ ذلك أم ضيع حتى إنه يسأل الرجل يسأل الرجل عن أهل بيته يعني الزوج من القيامة سيسأله الله عن زوجته ولا يسأل الزوج عن زوجه لأنه هو القائم على البيت الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ولذلك سيسأل سيسأل الله عز وجل الرجل عن أهل بيته عن امرأته وسيسأله عن أولاده النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته سيسأله الله عن كل من في البيت من الزوجة والأولاد حتى الخدم سيسأل الله عز وجل عن الخدم يوم القيامة هذا الأمر الأول إذن عندنا قاعدة بأن الرجل هناك تكليف من الله عز وجل وهو توجيه الأسرة بما فيها الزوجة إلى الطريق الصحيح وتجنيبهم كل ما فيه الشر والفساد المسألة الثانية الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها في طاعة الله ولا يجوز لها أن تطيعوا في معصية الله لأن الله تعالى قال وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفُ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخار أما إذا أمرها بطاعة فيجب عليها أن تمتثل أمره ولا يجوز لها أن تخالف زوجها مدام أنه يأمرها بطاعة خاصة إذا كان هناك فرائض مثلا إيقاظها على الصلوات أمرها بالحجاب أمرها مثلا بالاحتشام شيء من هذا القول يجب علي المرأة أن تطيعها ليس لأنه زوجها لأنه أمرها بطاعة الله وهذا من طاعة الله عز وجل لأن الله تعالى فرض الحجاب على المرأة والنبي عليه الصلاة والسلام فرض الحجاب على المرأة ولا يجوز لها أن تخالف زوجها وإذا طاعت زوجها فإن لها أجور عظيمة منها أنها طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأنها أيضا أطاعت زوجها لأنه أمرها بمعروف فيحصل لها من الخير الشيء العظيم يحصل لها من الخير الشيء العظيم مسألة أخرى يا أخي الفاضل هناك سامحني أقول هذا الكلام من الأزواج من يبالغ في مسألة يعني في مسألة توجيه المرأة بحيث أنه يضيق عليها تضييقا لدرجة أنها تمنع حتى من الأشياء المباحة وهذا لا شك بأنه غلط إن شاء الله أنك أنت بريء وسالم من هذه لكن أذكر هذا لأني أنا أعايش المجتمع وأعرف مشاكل الناس وأعرف قضايا الناس من الرجال من يفهم بأنه كونه قائم على البيت إذن هو متسلط على المرأة يتعسف في استعمال الحقوق الممنوحة له شرعا يضيق عليه حتى بعض النساء تعيش في حالة كان في سجن وهذا لا شك بأنه غلط وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيح لزوجاته ممارسة شيء من الأشياء المباحة له المباح مثلا يعني سمح لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يزفنون في المسجد رقصة شعبية حربية سمح له حتى إذا انتهت أذن لها بالدخول سابق عائشة مرتين كان يمشي مع عائشة ليلا يأخذها ويمشون ليلا صلى الله عليه وآله وسلم كان يسافر بنسائه فإذا كان بعض الأزواج يفهم بأنه مسؤول عن امرأته لدرجة أنه يخنقها خنق فلا يسمح لها لا بالخروج إلى أهلها ولا مثلا الذهاب إلى السوق مثلا ولا زيارة أحد أقاربها هذا تعسف هذا الظلم هذا لا يمكن أن يعني يصلح أن تكون هذه الأسرة غير قابلة للبقاء والاستمرار أسرة غير قابلة للبقاء والاستمرار لأن هذا تضييق هذا ليس من شرع الله ولا من دين الله وأما إذا كان الرجل يلاحظ عن امرأته مثلا عدم الاحتشام مثلا يعني تلبس لباس غير محتشم ترفض الحجاب لا يجب عليها أن تطيع زوجه حتى لو كانت لا تريد هذا يجب عليها أن تطيع زوجه بل أنا أقول لو المرأة تختار أحد الأقوال في مسألة من المسائل وزوجه يختار الآخر يجب عليها أن تقدم طاعة زوجها يعني المسألة فيها خلاف مثلا المسألة فيها خلاف وهي سمعت أحد العلماء قال بهذا القول وزوجه لا يقول القول الثاني هو الذي عليه الدليل هو الأستر والأفضل للمرأة تقول سمعا و طاعة وهي جزر أن تخالف زوجه زوج هذا البيت مملكة صغيرة هذا البيت مملكة صغيرة قائد هذه المملكة الرجل فإذا المرأة يعني رفضت كل ما يعني يوجه به الزوج ما أصبح بيت هذا أضعفت قيمة زوجها و هيبة زوجها وأيضا ما يعني استجابت لله الذي أمر المرأة بطاعة زوجه و ما استجاب لأمر النبي عليه الصلاة و ما استجابت لأمر النبي عليه الصلاة وأرجع وأكد حتى لا يفهم غلط أن هذا بحدود المشروع يعني أما قضية التضييق هذا أنا رفضته رفضا قاطع سبقا أن نبهت على أن بعض الأزواج لديه مفهوم مغلوط لبعض الأشياء تجاه زوجته فمفهوم مغلوط يجب أن يصحح هذا المفهوم ولذلك بارك الله فيك الزوج مسؤول مسؤولية كاملة وأيضا عليها أن نصبر وأيضا لا يستقص الأمور كلها أخوه عبد الله ما يستقص يعني أحيانا امرأة جاءت من بيت أهلها ما عندها اللي عند الزوج مثلا أو عند أهلها اللي عند الزوج مثلا من بعض الأمور لكن يأتي لها بالتدرج يأتي لها بالتدرج لا يأتي الأمور جملة واحدة لذلك تعويد المرأة على الخير تعويدها على بعض الأمور يعني بعض النساء تقول أنا عندي استعداد بس أبغى يعني مرحلة زمنية حتى أتعود هي عاشت في بيت مثلا يعني الأمور عندهم يعني متساهلين في هذه الأمور فلما تأتي وتحاول أتفرض كل شيء مرة واحدة لا لا يصرح لاحظ الله عز وجل العزيز الحكيم الرحيم بعباده في قضايا كثيرة جاءت تشريع بالتدرج يعني جاءت على مراحل على مراحل هذه ثربية لنا بالمناسبة لأن الله عز وجل إذا أمر يجب على العباد أن يسلموا لأمره ولا يجوز لهم أن يقول جاء منع الخمر يتوقف الناس عن شرب الخمر لكن لما كما قالت عائشة لو قيل لهم كذا لكان كذا لا جاء بالتدرج حتى تتعود النفوس كذلك أنت يا أخي الفاضل ممكن أنك تتدرج مع امرأتك بالقضايا هذا بشكل يعني مرحلي بشكل مرحلي حتى فعلا تألف هذا الشيء من العقل والحكمة اللي عنده أولاد أن يحافظ على بيته ويحرص على أنه يركز على الأمور المهمة في حياته الزوجية وكذلك لا يسمح لزوجته في الأمور المخلة مثلا بالدين أو بالشراف أو بكذا ما يسمح لها هذه خطوط حمراء أما قضية بعض القضايا يعني اللي ممكن يعني يتسامح فيها ممكن أن تألفها مع الوقت أعتقد بأن هذا من العقل والحكمة والنضوج أن الإنسان يراعي مثل هذه الأمور والكمال لله عز وجل والإنسان لا يقيس الناس عليه يعني بعض الناس قد يكون ما شاء الله اللهم بارك متدين ومستقيم وحريص على الخير لكن غيره ما هو مثله فلا تريد يعني أن تكون زوجتك نسخة منك مثلا أو نسخة مثلا من النساء الصالحات من السابقين السابقات لا حاول قدر ما استطاع أنك تبدأ معها بيعني المهمات والفرائض والضروريات والبقية إذا كان هناك رفض من المرأة ممكن أنك تعطيها فرصة تتعود وأيضا تستخدم بعض الأساليب يعني مثلا بعض الأحيان هناك يعني أساليب وسائل تختصر لك أنت يعني مثلا مراكز تحفيظ القرآن يعني هذه نعمة من نعم الله عز وجل لما تدخلها المرأة تكتسب أشياء كثيرة جدا تختصر لك يعني كثير من التوجيهات حضور دروس العلم ومجالس الذكر مثلا هذه تختصر لك أيضا يعني مثلا إشارة إليها بصحبة الصالحات الطيبات أيضا هذه تختصر عليك يعني شيء كبير جدا وهذا مهم جدا لأن أحيانا زوج لا يستطيع أن يقوم بالمهمة على أكمل وجه لكن هناك من يستطيع أن يساعدك في مثلي هذا